السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى فيديو جديد. رجعنا مجددا لكتاب الاسبكتانوي الى 4 بايت اسبوخ. يمكن هاي اخر فيديو بعمل بهاي الطريقة. يعني طريقة العروض التقديمية. لانه صراحة متعبة كثير. لانه بدي اظنى ساعتين اسوي بالكلمات. واردت فيهن كمان مشانا اطلع الموصوص على اساس حركة حلوة. فبتاخذ معي وقت كثير. لقصد ان المرة الجاية راح اعمل بشكل طبيعي. مثل المام اللي عمل بالعادة. شاشة صودة. وبحطوا الكلام مباشرة. طيب. بس صفحة ايه سويت ومش هالحال. خليني نشوفها. حاليا احنا بالصفحة خمسلاش من كتاب الاسبكتانوي الى 4 بايت اسبوخ لالبي تسفاي. خلين بلاش نعنطي عرض الشرائح. معنى الوطن فيكم تقولوا او المنزل في المانيا. طبعا احنا ما بناش او ما فيناش نستمع للراديو بشان حقوق النشر. بس بقولك. يعني استمع الى المحاضرة في كتاب وقم باكمال الاسماء اللي بتحتاجها. طبعا الترجمة طالع عليمينا. في شتاح ترجمة لبقى ثانية. طيب بقولك بمعنى مقيم او مواطن. بمعنى ولايات. جذور. اه مدن. مش عارف صراحة لو بيش حط الكلمات بهاي الترجمة الغريبة اللي هون العليمين طالع. طيب بمعنى بمعنى مواطنة او الجنسية فيكم بتقولوا. البس بمعنى هو جواز السفار. طيب. بمعنى المانيا هي بلد هجرة. بمعنى الناس كثير بهجر عليها. اه. يعني اصبحت فيكم بتقولوا ملونة او متنوعة. فندن از زيبن مليون اين اوسلنديشة. طبعا هون في فراغ. المفروض ان مش حاط فراغون. بس القصد ان هون في فراغ لازم نحط فيه اشي. بس خلني اتأكد من الصورة طالع ولا لا اقول شي. هون في فراغ. فالكلمة بدنا احدى الكلمات التالية. يعني بتيجي زابطه شوي يعني. بس القصد انه هون الكلمة الازبط اشي بتيجي. بس. ما شي. يعني حاطين هون. اصبحت المانيا بالهجرة وبتاليفة اكتر حيوية. ما بين حوالي ثمانين فاصل خمسة مليون شخص في المانيا وناك سبعة ملايين شخص لديهم جواز اجنبي. جواز السفر اجنبي. طيب. يعني كأنهم اكتر شي من الدول الاوروبية كلها. يعني اذا قابل مر باضافة بعض الناس. دي دوتشة. اه. صراحة انه يحس اه لازم نبدل بناتهم يعني. لا هيك صباح. طيب. يعني لديهم اه الجنسية الالمانية. اه. ابر ان دوتشلند جيبون زيند اه ديرن الترن ناخد دوتشلند انجبوند اكتر عفوا. معنى هاجروا زند مليون لدي اه لكنهم لم يلدوا في المانيا او هاجروا والدهم الى المانيا ثم حوالي اسطلعشم مليون ولدوا. اه حس الترجمة مش الله قد تطلع سينا. طيب اه داس هاست اه اه هذا يعني انا ما اقرب من خمس سكر المانية من اجنبية. يعني لديهم جذور اجنبية. طيب هاي كلمة الوحيدة لحد لان حسيتها صراحة. طيب كانو اكثر يعني مدينة ملونة. طيب هون كانو في فراغ اللي مش حاطة صراحة. اه. مانيش حاطة فراغ هون. ان برلين سم بايش بيعني عسى بمثال في برلين. كما فير مليون سرقة نون هندرت تاوزن اه ارشب اقليش. نشت او برلين. او شوف تخيل من ثلاث فاصل اربع مليون. ورب تسعمائة الف واحد. مش اه اه الماني. او مش من برلين. سننان او اه اه اين هوندرت اخسس اش اخر ان اشتاة. من مدن اخرى. طيب. ان فرانكفورت حاهم اتوس فرسيش يعني في فرانكفورت في اكثر من اربعين خلفية حجرة. طيب خلينا نتقل الى الكلام اللي بعديه. طبعا كله لحد الان اكثر شي يعني براكسه على هاي. انه التعبير على رأيك. لازم تعبر على ايكون. طيب. كيف تكون الكلمات مكتوبة بالشكل الصحي. طيب. حاطني ما يقولك ايش بعدين هاي الكلمة. طبعا هاي الكلمة خاطئة. مش هي مش زانتش. بعدين يعني انا من وجهة كذا. كذا. هون طبعا مدهك تفكر فيها. اذا حاب تفكر فيها فكر فيها. وقف الفيديو فكر فيها. بس ما منعش نطول احنا. هي يعني موجهة نظري مثلا نحطينا كمثال. طيب. هاي الكلمة بعدين مدهك تحط الجملة. يعني كلها تنفس الشي. اه انا من وجهة النظر كذا. ان فلان مثلا اسوأ لاعب. او فلان افضل لاعب. اه هون كمان نفس الشي. قاعد بتعبر عن وجهة نظرك. يعني هاي الشو اسمها? او كلمات تستخدمها مشانة تعبر عن رأيك. ايش تيه اوف ديم شتاند بونكت. شتاند بونكت هاي. 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 هيك طريقة الصحيحة. ايش تيه اوف ديم شتاند بونكت داس ماروكو دي دريتة بلاتس ام مثلا اه اه فردين تحت. يعني انه المغرب استحقت المركز الثالث مثلا في كأس العالم. طيب. اه هاي اه اوف اوف يمكن هي بتكون. ايو اوف ناخ. ديزا سيطورسيون است ماينر اوف ناخ ابسولوت ان هارت بار. يعني بيقول لك انه هذا الوضع من وجهة نظري غير قابل للاحتمال. طيب. جملة اخيرة. صراحة انا متخبيه وراء الكاميرا مش شايفة. قولك ماينة اونج ماين. او ماينة ماينغ عفوا هنا. ماينة ماينغناخ. ماينر ماينغناخ است اس كاينة جوتا ايدي. يعني من رأيي انه الفكرة اللي قلت لي انت يا فلان فلاني ليست جيدة. طيب. ما هي المصرحات لاستقنوا تعبير عن شيء ما? تطابق الصياق غير مهذبة وتصديره. طيب. خليل نقراح بالامان احسن. صراحة انه في ترجمة العربية تطالع مشان الله خيش شوي. يعني مع اي من عبارات الحديث بتعبر عن رأيك. مثل ما شفناها قبل شوي. مثلا ايش بين دير ماينغ ماذا. اه كلا. او ماينر ماينغ ناخ كلا. او ايش بين دير او زيش كلا. يعني قم بالترتيب وقم بوضع شخطة او خط تحت الكلمة غير المهذبة. طيب. هون حطي لك بعض الخيارات. اي او عفوا. يعني اا للتعبير عن الرأي. ماشي? بي اذا كان في جملة وحطينا بي فهاي يعني الموافقة على رأي اخر. اه تسي اي انا قبلين. رفض الرأي الاخر. هو اغلب الاحتمالات يعني انه غير مهذب راح يكون شو? مع رفض الرأي. يعني بس سي ممكن يكون فيها اه خط. ماشي? طيب خلاني نشوفها الساعة. بعدها مقول لك. ايش بين دافون اوبرتسوكت? يعني انا مقتنع في هذا. فالكلمة شو راح تكون? ايه? لانه موافقة. ماشي? ايش بين دافون اوبرتسوكت? يعني انا مقتنع في كده. او هاي ابداء عن ابداء الرأي. احنا قلنا البي هي ابداء الموافقة. ايش كان ديزر ماينغ نشت سو اشتمل. دا. يعني لا استطيع موافقة على هذا الرأي لانه. طبعا هون رفض فهو تسي. طيب يعني توقعات لانه هي اه. طيب داس هالت ايش اه فور بلوماتيش فيل. داس هالت فور برو 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 بلوماتيش عفوا. يعني بقول لك ان هذا اجده مشكلا بسبب. طبعا هذا سي لانك عب ترفض الطلب. وبترفض الرأي. طيب داس كان ايش نور بش تيتيجن. يعني هذا اسطيع تأكيده فقط. هاي الجملة واحدة لحد الان اللي طلعت بي. طيب داس است اه فولي قر انزين. اه مثل ما كاتبين. هذا محظو هرا. ايش اغلا مصدابطة شهيرة. طبعا ولازم نحط خط ونحط شو تسيه. طيب ايش بين دير انزشت داس. يعني من وجهة نظري كذا. طيب ايش بين دير انزشت هي تعبير عن الرأي. فهي اه. طيب داس زيها ايش قيناو زو. يعني هذا اجده ام او اراه بهذا الشكل تماما. طبعا هاي موافقة فهي بي. ايش اه داس زي ايش كيناو زو. مش عارف ليش حاطة ايه صراحة. انا شايفها بي هاي. مسلا ديشيك بعد اصحح فيها. لانه عجبني الشكل تبعه. طيب. داس است اه فوليش اه اه اندن هارن. اه شو? هير باي كيتسوغن. هذا بعيد من ال تماما. طبعا هذا شو? رفض فهو تسيه. طيب داس اه داموس ايش. يعني هذا يجب انترضى عليه حقا هو شو? كمان تسيه. لانه رفض. طيب ايش بين دير قلاش امانونك في? يعني انا من نفس الرأي كذا فهي بي. طيب دو هاست او زي هابن فوليش ريشت. موافقة على رأي الاخر فهي بي. طيب داس است دوك فاتش. هذا عبارة عن ثرثرة. او لا عفاظ يعني فيكم تقوله. هاي تسيه مع خط. طيب ايش ليه او ديم شتاند بونكت داس. يعني انا اجد او من وجهة النظر القائلة بانه كذا. ها تعبير عن الرأي فاهبوه شو? اه. طيب. دا كان ايش مش نور انشليسن. هذا فقط استطيع موافقة او تأكيد عليه. فهي بي. طيب ضل اشي ما ضل اشي اشي. طيب هاي كانت صفحة خمس طعش. صراحة يعني المشكلة هي مش بال يعني بالعرض التقديمي. المشكلة بمساواة العرض التقديمي. ولا تسجيل الفيديو ما باخدش وقت كثير. اه يعني اسهل من من القراءة من الكتاب. لانه هون بيكون كاتب بشكل كبير يعني واضحات. بس المشكلة اني حتى اكتب هنا او 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 الكلمات من الكتاب على العقولة التقديمية بتاخد معي شوية وقت. بس مع ذلك اذا عجبتكم الصلاة فهاي اكتبوا لي بالتحريقات يعني. اذا جعلي مشاهدات ممكن نرجع على هاي الطريقة. بس حاليا انا ارجعت على طريق الثاني. انا بارس على الفيديوهات في وقت لاحكم. خليقوا الفيديو ما وقعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.